صباح الخير عزانا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان ببرنامجكم الأسبوعي تغريدات عائلية بداية يعني نحن مع الترحيب والصباح الجميل مع الأصدقاء اللي عم بيتابعونا واللي عم بيكتبونا هلا على صباحاتهم الطيبة نتمنى للجميع الخير في هذا اليوم وهذا اليوم مميز بكل المعاني المعاني الكنسية والمعاني العائلية والمعاني الاجتماعية وأيضا الحياتية نحن اليوم نتمنى اللي بيحتفلوا بعياد ميلادهم نتمنى لهم كل سنة هن سالميا نحن ليه ذكرنا هذا الموضوع لأنه في صبيب تعطي من وقتها وجهدها لنورسات من خلال برنامج الأردن في أسبوع البرنامج الإخباري واللي عم بتأدمه هي من قلبها وتطوعي عم تعطينا هذه النشرة أسبوعيا ومنتزمة فيها على مدار الأربع السنوات فنحن بنحكي لها شكرا كتير ربكة عودة واليوم تحتفل بعيد ميلادها بـ 21 منقولها كل عام وانت بخير يا ربكة يا حبيتلي طبعا أنا محكي عن بنتي ربكة اليوم عيد ميلادها حبيت أعطيها هاي الأمنيات معكم أصدقائي على الصفحة وفي هذا البرنامج بالذات ومع الدكتورة ليندا أبو جابر نتمنى لها كل الخير حياة ربنا مليئة بالحب الحب والسعادة والفرح وإنها تحقق كل أمنياتها والصحة وطبعا الصحة والسعادة تحقق كل أمني أمنياتها اللي هي بتطمح لها وكل اللي رسمته لحياتها طبعا هي إنسانة جادة ومجتهدة ومؤمنة كمان وملتزمة فنجاحها هو نعمة من عند ربنا وأنا بقول لك يا ربكة اليوم حبيبتي أنت جوهرة وجوهرة بحياة أمك وأهلك وإحنا منحبك كل مكتب نورسات بحبك بتمنا لك كل السعادة بعيد ميلادك وإنك تحقق كل أمنياتك بهاي السنة وإنها تكون هاي السنة سنة مميزة عليك وبصلواتنا وصلوات كل الأصدقاء اللي معنا على الصفحة منتمنى لك إنه هاي السنة تكون مميزة وسعيدة وتحقق فيها كل مرادك فكل سنة وانت سالمة وعم نهديكي هاي من ريمون حتى ببعث لك هاي الأغنيين كل عمتوا بخير يا ربكة طبعا حب الدكتورة كمان تعيد عليكي وتقولك كل سنة انت سالمة فا ويعطيكي ألف عافية والعطاء هو رمز المحبة فاوبيسلي يا ربكة عندك محبة كتير والله يباركك لأنه هاي هدية من ربنا إنك حاس فيها وقدر تعطيها للناس التانين إنه هاي بالنسبة إلي إنه الواحد لما يكون عنده شغلة ما يعطينا إياها ربنا إنه يقدر يعطيها للناس التانين هاي بركة لأنه في كتير الناس ما بقدر يوصلوا لهاي المرحلة بالفعل دكتورة دكتورة نحنا كمان بهاي المناسبة اللي منتمنى للجميع عياد مباركة ومنتمنى كمان أيضا للأحياء الموجودين في السماء نتمنى لهم يا رب الرحمة وربنا يكونوا مسكورين في ملكوت ربنا لأنه اليوم كمان عيد الأحياء في السماء أنا بحب أحكيه إنه عيد الأحياء في السماء وليس عيد الأموات لأنه كل ميت على الأرض هو حي في السماء هكذا وعدنا ربنا وهكذا وعدنا سيد المسيح فمنتمنى الرحمة للجميع وإنهم يذكرون في ملكوتهم كمان معهم ويكون يتشفعولنا في هذه الحياة إنه نحيا خاصة في هذا الزمن الصعب اللي عم نعيشه مع أزمة كورونا اللي ظهرت مؤخرا وعيشتنا في وضع إحنا مش متعودين عليه لكن في إحنا هلأ بدنا نحكي بأمور حياتية سعيدة هلأ أنا كأم والدكتورة كأم دكتورة لما بنقول إنه الأم أو العائلة الأب والأم شو سعادتهم بالحياة اللي عندهم أولاد شو سعادتهم بالحياة سؤال هذا معقد أنا بآمن إنه سعادة بتيجي من جواتنا ما بتيجي من بريتنا وبلاقي إنه كتير من الأهالي بتطلعوا لأولادهم عشان يعطوهم السعادة وإنه بطلبوا منهم يكونوا بطريقة معينة علشان يقدروا يحققوا السعادة مثلا بدهم ابنهم يكون دكتور وابنهم مش عطر بالعلم وبالفيزيا وبالبيولوجيا بش عطر بالفن فالطفل هذا بحس بعدم قبول أهله إله زي ما هو وإذا الأم والأب ما قدروا يقبلوا الطفل زي ما هو رح يصير الطفل عامة يحس إنه هو مش بقبول زي ما هو بفقد تقده بنفسه بفقد قدرته إنه يروح ياخد مجازفات لأنه ما بيحس بالأمان بحياته فأنا اللي بآمنه إنه إحنا لازم دايما نطلع على الإيجابيات اللي بأطفالنا يعني شوفي الطفل اللي عمره سنتين بيسموه إيش التيريبل توز تيريبل is a bad word مشكلة ممليحة أنا دايما بحب أحولها للتيريفيك توز لأنه شو بصير مثلا على عمر السنتين على عمر السنتين أنا بلشت أو هلأ لأنه الأطفال اللي عم بيجوا كتير متطورين أكتر من الأطفال اللي قبل عشر سنين والقبل عشرين سنين أنا هادلة بلاحظوا بعياتي إنه بيعرفوا شغلات أكتر وتطورهم أسرع فهدول الأطفال لما يصيروا أنا بقول إنه في عمر وقتي اللي هو chronological age وبعدين في عمر عقلي فالطفل اللي عمره سنتين من ناحية عقلية ممكن يكون على السنة أنا أولادي اتنين هاتهم صاروا تو على الون إنه بطلوا يكونوا بس بدهم يرضوني صاروا بدهم يرضوا حالهم فالأم اللي بتطلع أو الأب اللي بتطلع للبي إنه يكون حج مطاوع وإنه يعمل كل اللي بدها إياه وإنه يراعي كل القوانين عم بطلب شغلة طفل مش قادر يعملها يعني مش من ناحية تطورية ما بقدر يعملها لأنه أنا هلأ السنة الأولى للسنتين هو لتوثيق العلاقة وحكينا كتير عن أهمية العلاقة لأنه لما نعطي الطفل جذور بدنا نعطيه كمان أجنحة roots and wings فالطفل اللي بيحس إنه أهله بيحبوه وفيه تعلق ثابت وعنده ثقة بنفسه وبتستغربي البيب الصغير لما يعيط بتفكري إنه الناس بفكروه هيك صفحة بيضة وما عنده أراء وما عنده إحساس بالشغلات بس فعلا عنده يعني بتلاحظي مثلا الطفل اللي بيتم إهماله مثلا هدول اللي كانوا برومانيا بعد مدة بيبطلوا يعيطوا نعم بيبطلوا يعني ونموهم بيبطل بيصير عندهم إشي اسمه psychological failure to thrive لأنه بتعلموا أنا عندي حاجة وما حدا مهتم فبدي أبطل أطلب بينما الطفل اللي هم والأب بلبوا حاجاتهم يعني الحاجات المهمة لأن الطفل اللي تحت عمره 6 شهر ومرة تحت السنة بس تحت 6 شهر ما بعرف يعمل manipulation إنه شو المانيبيليشن بالعربي تلاعب ما بقدر الطفل اللي تحت 6 شهر ما في تلاعب لأنه كتير 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 ناس بسألوني طب أخلي طفلي تحت 6 شهر يعيط بقولهم لأ ليس ما تخلوا يعيط ليش لأن الطفل اللي تحت 6 شهر حكينا الأسبوع الماضي ليش بعيط جوعان تعبان يعني في أسبوع أو هو شكله يعني بعيونه زرع وشعره أشعر لا بس إنه بعرف إنه أنت قابلتي وحضنتي وبتحبيه زي ما هو نعم فبقدر من هيك إنه يطلع يصير لأنه كتير الناس بقولوا لي ييه هذا ابني بيغلب وييه هذا ابني ما بيرد على الكلمة بقولهم بس هذا طبيعي نعم يعني هذا إشي بدكم تتوقعوا نعم فالنصيحة اللي دايماً بعطيها للأهالي اللي بال toddler age يعني اللي بيمشوا نعم يعني بين العمر السنة والثلاث سنين إنه انتقوا الحروب اللي راح تحاربوها لأنه الاستمرارية والمثابرة إنه الواحد يكون consistent إنه دايماً لما يحكي لأ بيعمل نفس الشغلة دايماً لما يحكي آه إيه ها نفس النتيجة فالطفل بعرف مثلاً أنا بدي طفلي كل ما أحطه ياكل بصير يكب الأكل هكي أنا بالموضوع هذا من قبل ممكن إنه بس يوصل للتاضل يعني حوالي سنة ونص لسنتين ممكن إنه بدل ما نقول كل ما يروح ياكل الأكل بيكبوا على الأرض وشي شو بنا نعمل ويه ما أكل الولد ويه رح يموت من الجوع ويه أنا أم مش منيحة ويه جوزي مش منيحة بدل ما نعمل هيك نقول أوكي هاي شغلة طبيعية كل طفل بده يشوف وين حدوده لأنه حكينا عن حدود الشخصية نعم فأنتي بتقولي أوكي يا سارة المرة جاي لما تكون بأكلك عن الكرسي الأكل رح أعتبر إنه أنت نقيتي إنه خلصتي أكل يعني بدك تفاهميها شو اللي رح تعملي لأنه الطفل لازم يعرف يعني مش يعني هذا جزء من العقاب منسميه لا مش عقاب أنا بسميه تهذيب العقاب دايما إنه أنت غلط وأنا صح وإنت فيك غلط وأنا أنا أنا المدير وأنا نوع من التهذيب نعم هو نوع من التهذيب والتربية يعني بس إنك أنت بدك تفرجي إنه أنت حطيتي حد بينك وبينه مش بينك وبينه بينه وبين تصرفه لأنه أنت عمرك عمرك مع التهذيب عمرنا ما بننا نخلي الطفل نحس إنه إحنا منقبله ولما نقبله هو شخصية مهم جدا أنه يعرف الطفل لأنه أنا بحبك أو أنا بحبك نعم بس هذا التصرف أنا ما بحبه نعم فكتير مهم خلال فترة التهذيب إنه الطفل يعرف إنه الأم مثلا أو الأب ما يقولها أنت بس محا كتير شعر راسي أو نوتي ما بتعمل الشيك لأنه هدول الكلمات كلمات تعيير والعار في فرق بين العار وبين التأنيب الضمير نعم والطفل بعرف الفرق وأنتي بتعري الفرق أنا لما بحكي لك أنت حمارة ما بكزب ذنك ليش لأنه منحس بالعار يعني أنا فيه إشي غلط أمي قالت عني حمارة يعني أنا حمارة أو غبية أو بس ما حمارة عشان إتنقيتها إنتي غبية إنتي ما بتقدري إنتي حيوان ما بتفكري إنتي عرفت كيف إنتي حيوان صح مظلوطة وقات الأهل بغلطوا ببعض الألفاظ وما بيعرفوش إنه هاي الكلمة قديش بتجرح وقديش بتعمل إساءة أنا دكتورة لما حكيت أنا واحدة باسمة معلش بس إذ الواحدة داركها لقولي أنا غلطتها الغلطة بلاش عيدها بس ما حلوقت طبعا مرتين تلاتة بصير الولد يقول شو الصوت اللي إحنا اللي بسمعوه منا رح يصير الصوت اللي رح يسمعوه بدماغهم وكل واحد مننا إله الصوت التيبس اللي بيضلها ماشي بمخنى أنا حمار أنا حمار طب إذا أنا حمار فإلنا دكتورة ما بقدر أنجح بحياتي بالضبط أنا مش رح أزبط بالمدرسة أنا ما بقدر أضبط حالي وببني عليها أراء سيئة يعني مش بس أراء تصرفات طب أنا حمار خلص خليني أعمل اللي بدي زعلوا ما زعلوا مني أهلي هذا مع الكبر بس بيضل الجرح موجود بالطفل فأنا دايما زي ما حكيت بدل ما تقولي طفلك طفلتك مثلا يا عدم الكرسي بدل ما تقولي أنت حمارة أو أنت نوتي أو أنت أنا بحبك يا سارة بس هذا التصرف مش مقبول عندي استعمل أي كلمة بدكيها ما بحب أنا دايما الله الوحيد اللي عنده القدرة أنه يقول هذا صح وهذا غلط لأنه عنده المنظور ال365 درجة وبشوف الصورة الكبيرة أنا بحب دايما إنه إذا إذا منقدر نستعمل كلمة غير كلمة غلط مش مقبول يعني الناس بفكروا إنه الأطفال ما بفهموا بفهموا من نبرة صوتنا إذا أي جدة عندها أو أي أم عندها بيبي صغير خليها تاخد البيبي وتقول له أنا بحبك وهي مبتسمع وشوف شو بصير وبعدين تقول له أنا بحبك وهي مكشرة الطفل اللي لما تقول أنا بحبك هيك الطفل رح يصعل لأنه النبرة الصوت والطريقة والطاقة الأنجي الشعور تتذكري حكينا عن الخلايا المرايا الدماغية إنه هاي لما أنا مثلا تكون في خلايا متعلقة بالحب وبالشعور المنيح فهاي الخلايا الدماغية لما تكون متفعلة عندي وأنا بتطلع أربع على طفلي وبتطلع في عين بعين هاي نفس الخلايا رح تتفعل عندهم أو أنا بكون زعلانة وحمقة ومحبطة وتهوشت مع جوزي وتهوشت مع حماتي ولا الحق على ابني هو اللي لازم يسعدني وهو مش عم بعمل اللي لازم يعمله فهذا ضغط كبير يعني ارجعي انتي لطفولتك لما أمك كانت منك ومتوشت مع الكل وبندها إياكي انتي تسعديها ما حدا بقدر يسعدك إلا انتي انتي اللي لازم تلاقي السعادة فقولي يا سارة أنا كتير بحبك انتي ودودة انتي لطيفة وقولي انتي بترد على الكلمة لأنه الأطفال بتسعين بالمية من الوقت بردوا على اللي منطلبوا منهم بس العشرة بالمية اللي ما بردوا علينا فيها هو اللي منركز عليه فبصير أكبر وبصير ملحوظ أكتر لأنه اللي منركز عليه بيكبر صح كبرها ايش بقولوا صغرها بتصغر كبرها تكبر فالمثل هذا كتير يعني بأي موقف هذا المثل بمشي فأنا يا سارة بحب انك انتي بنت لطيفة وبتكوني عرفتي كيف بس هذا التصرف أنا مش راضي عنه أو هذا مش مقبول المرة الجاي لما تكب بأكلك رح أعتبر انك انتي قررت انك خلصت أكل شو اللي عملت انا اعطيت المسؤولية لها فهي لما تقرر انه تكب الأكل يعني ايش خلصت أكل قررت هي قررت انها خلصت أكل مش أنا اللي قررت فالمرة جاي لما تيجي أنا شايفين قررت ما بدك تاكلي يميها شو اللي رح من الكرسي نزليها شو رح تصير تعمل تعيط وتبكي وانا شو عالي وماما وبد ما أكل شو كذا فأنتي بتقول لي يا حبيبتي انزلي لمستوها دايما دايما عند التهذيب ما بدنا نطلع من فوق حدا بيحب انه الناس يطلع عليه من فوق عين بعين يمسكيها بيحب من ايدها خليش في اتصال دايما منقول اتصل قبل ما تعيد التوجيه فطلع انتني مستوها طلع عليها تتذكري سارة لما حكيت لك انه انتي لما تكو بالاكل معناها بالنسبة لك بالنسبة لي اني قررت ما تاكلي كمان دور نعم انتي قبيتي لأكل فانتي قررت انك ما بدك تاكلي انا اذف يا حبيبتي بس بدك تستني هالثلاث ساعات للوجب الجاي وشو ما عملت سارة مش لازم الام انها تغير رأيها ليش لانه اذا قالتي هاي صلها ست ساعات مش ما اكل وراح تموت من جوع زي ما اكل التلاث ساعات ما بصراحة اه اذا رجعت رجعت وططني اكل يعني بدك تفكري فيها انا هاي كلمة يعني لاحظت تقنيت قبل ما حكيت بس انتي لما ناس يقول لك شغلة ويعمل شغلة تانية بمخك شو بتقولي شو انا ما بقدر اثق فيه لهذا البني ادم لانه بقول شغلة وبيعمل شغلة تانية والاطفال شغلهم يطلعوا علينا 24 سبعة نعم ويراقبونا يعني خاصة مثلا مع الاطفال اللي مفرطين الحركة اوقات كتيرة لما بدك تقعد انتي تحكي يوم مش كل عائلة ولادها مثل سارة ساكت تسمع للام بتقول لها انه اذا عملت هيك بتصير هيك اوقات كتيرة بيكون من كتر البكة والعياط الام بتعطي تعليمات وبتعطي اوامر وبتؤمر وبتحكي تعليماتها والقواعد تبعتها وهيك والولد عم بيبكي يعني في البداية عم بحكي انه ضروري جدا الولد في نوبة هذا البكاء نعتبرها نوبة لانه البكاء المستمر وعدم الاستماع مستحيل انه في نوبة البكاء انه يسمعك فبدك اول بالبداية تهدي ويسكت طبعا مش تعطي البدو اياه عشان تهدي ويسكت لا تحكيله انه اسكت واهدى عشان نحكي بديك هذا الشغلة في شرط بس بدي احكيلك الحكي بهذه البحظة ما رح ينفعل تتذكري حكينا عن الدماغ كيف شكله انه فيه دماغ البقاء فيه دماغ العاطفي اللي بتفعل عند نوبة الغضب ولا من نحبط ونزعل وبعدين فيه الدماغ المفكر اللي بيخطط هنكون هاديين التلات اقسام بيشتغلوا مع بعض وبيكون الدماغ المفكر هو المسؤول عن الموضوع نعم انا بس ازعل اعمل نوبة غضب شو بصير بفتح دماغي لانه هذا بتفعل بصير الدماغ البقاء اللي هو وشغل قلبي بدؤ بسرعة نفسي بسرعة بتنفس بسرعة البعرق بحس بقلق عيني بتوسعه عشان اشوف وين مصدر القطر هذا كله الله خلقه فينا علشان يحافظ علينا لما تيجي علينا الاسود مشكلة انه الدماغ ما بيفرق بين الاسد الحقيقي اللي بدو ياكل نا والاسد اللي هو ماما التي لأ فلما تتفعل دورة الكر والفر اللي حكينا عنها الدماغ المفكر ما بيش طل فانتي بدك تشوفي كيف بدك تعلمي طفل يهدي حاله انتي ما بتقدر يتهدي طفلك عدا بقدر يهديكي بقدر يأثر عليكي انه يعطيكي طرق انك تهدي حالك بس ما بقدر حدا يهديكي الا انتي صح ولا لا نعم بس طفل انت تحكي انتي عمر سنتين او سنة ونص بتحطيله مثلا اول اشي بتحطيه على حضنك اوكي ما بالبداية بدنا نهدي وبعدين فرط الحركة ما لا يجوز تشخيصه قبل الخمس سنين كل الاطفال اللي تحت الخمس سنين خصوصا السنتين الثلاثة ما بيهدوا بدهم دايما تتحركوا الانتباه تباحهم قصير فهذا نوع هذا تطور طبيعي هذا لما يوصل الطفل لمرحلة الخمس سنين وبدو يروح المدرسة ولسه ما بيقدر يعد يهدى ما بيقدر يركز على اي شغل اكتر من اكم لحظة هون بتصير المشكلة بس قبل الخمس سنين وخاصة قبل التلات سنين الاربع سنين لا الطفل اللي عمره سنتين بمسك هاي بحطها بمسك هاي بحطها بتطلع هاي شو بتعمل للأسف الشاشة بتجذب انتباهه بتطلع الماسك بحطها وبعدين بيكبها بتطلع على الشغلة بيحطه فوق بعض وبعدين خلاص لانو عنده الاستطلاع واستكشاف والتحسس وعم بتعلم من الشغلة وهو بده يتحرك من هون يعني هون في شاشة وهون في كاميرا وهون في سلت زبالة وهون في شغلة يعني بدي اتحرك من محل لمحل عشان استكشف لانو انا بحب امسك مرات تحت التلاتة كل شيء كتير منهم كل شيء بيروح بتمهم ممكن ينحس الشغلة فالحركة الكتيرة هاي وقصر الانتباه جدا طبيعي فما بصرش انو نقول انو عندهم فرط حركة او قلة انتباه بهذا العمر من ناحية سريرية لانو هاي هذا تطور طبيعي فانا شو بدي اعمل بدي لما نكون هادين نعلم الطفل تتذكري قبل اكم اسبوع جبت مثلا ال الحرمونيكا عشان تعلم التنفس ليش لانو التنفس بيكسر هاي الحلقة فبصير المخ بقدر يسكر ويضم على حاله لانو النفس الغمي بفعل الجهاز السيمثاذيك نارف اسста اسف يقصد البيرا اسما أبي اسما السوس تم اللي هو الجهاز الاسترخاء والهضم ف والسيمثاريك نارف اسا اسم اللي هو بفعل الكر والفر عاكسه البيرا سيمبثاتيك فإحنا لما نفعل البيرا نحط ورقة ويظل يفرق فيها التغير وانتباه الطفل على عمر السنتين ثلاثة كتير مفيد كتير مفيد لأنه احنا منقدر انغير التوجيه تبعه هلا هو زعلان عنده نعمة تغضر لا لا بس عشان لا بدنا نتكمل بس ما بدنا نخلي الضيفة اللي على التليفون يستنوا اكتر عشان نكمل هلا بتركيز اكتر معي اتصال يسعد صباحك صباح الخير اهلا اهلا زيت انجل صباح الخير اهلا 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 انا دكتورة بديع سعد دكتورة ليندا نعم انه هل الاسرار الام على موقف معين لما تقول له ولد لا او هاد هل اسرارها على هذا الموقف بيلين الطفل ولا بعمل عنده عنات شخصية عنيدة انا هذا اللي حاب باعرفه يعني لانه مشوف الاجانب كيف بيربه لا نونو احنا لا احنا منتراجع ونرجع اذا اصرينا منشفة تقدري تعطيني مثل اه اه مثلا يعني اه مثلا نعم اه بلعب بشغلة معينة مؤدي نعم انا اذا ما ركضت ويجبتها او بلاش هاي اي شغلة يعني بدك تبنعيها عنه لا لا او الاكل زي ما انتم كنتوا بتقولوا لا واتخوا هذا هل اسراري الاسرار الام على انه يعمل هاي الشغلة اه بيطلع عنده شخصية عنيدة للقفل ولا موقف ممتاز بعلمه النظام انا هذا اللي بسأله للدكتورة اللي يندع والمهال جدا حلو انا كتير مبسوطة انك سألت يا انجيل دايما اسألتك منيحة طبع الطفل في اطفال اه شكرا لسؤالك اه شكرا للك انت تسلم يا رب شكرا للك ودائما انت هيك بتعطينا هلا الاسئلة ومشاركتك يعني تعطينا الامل انه هالبرنامج عم بفيد شريحة منيحة من المجتمع احنا خسيارات وبيفيدنا نتعامل مع احفادنا اكيد ما بده يفيد الصبايا معلوم مفيد حبيبتي اكيد شكرا للك هذا هو الهدف من البرنامج ساعدينا واعمل يشير خلينا سيك ويسألونا اسئلة اوكي خلينا نحكي عن طبع الطفل يسعد صباحك وشكرا للك طبع الطفل اشي جزء لا يتجزء منه شخصيته في الطبع المنبسط اللي بحب يطلع ويبلش بالشغلات وحركته كثيرة في الطبع المنطوي على نفسه انه بقولوا عنه بستحي هاي الكلمة ما بحبها انا بسميه انه بده وقت علشان يدفى ويتعرف على الموضوع نعم وما بده يضل مع الناس كتير بده يطلع على يعني كامل مثلا منطوي كان دايما يطلع على الولاد ويتطلع عليهم ويتطلع عليهم وبعدين يقرر واذا سألتي على عمري الأربعة خمسة سنين بقول لي هذا هيك طبعه وهذا هيك بعمل وهذا هيك بعمل انا بفكر بتطلع ومستحي ومش ملاحظ اشي طريته بلاحظ كل شي فلما على كبر لما يعني دايما بلاحظه بلاحظ الناس وعلاقاته الاجتماعية فضيعة لانه بفهم بتطلع على الناس ويفهم عليهم بشوف شو منظورهم هما وبيخش عليهم حتى بشغله يعني كيف ابوي الله يرحمه كان يعمل لما حتى لما الناس ما يتفقوا معه بيفوت عليهم بطريقة مش عدائية او شو بسمو اغرسيف عدائية عدوانية عدوانية بيفوت عليهم بصيروا هما يفكروا انه اللي بيحكي فكرتهم هما لانه اثر عليهم ما حاول يطقى عليهم بنتي اندفاعية هي اكتروفرت تفوت بين هالولاد وتباطح وتعمل اللي بديها وطريقة تعلمها انه اتجرب هذا ما زبط معي هذا ما زبط معي هذا ما زبط معي فالطبع يعني وانا منطوي على نفسي فعلمتني بنتي انه لازم كمان اخذ مجازفات واطلع واتعامل مع الناس والواحد رفضني واحد حكى لي كلمة مش عيقتلني عرفت كيف لانه الانتروفرت بكون انه ما بدي حدا ينتقدني ما بدي حدا يحكي لكلمة ما بدي ما بدي والاكتروفرت بيقول بيطنش مش مهم حلو برنامج تغريدات عائلية يعني ساعد كمان بان انت تتطلعي هال المنزون اللي عندك انا بحب اطلع بشكل بشكل يعني اليوم انا بصلي بتشكر الله عليك وعلى نورثات لانه عندي شغلات يعني عندي خبرات حياتية كثيرة نعم وعلمي كثير نعم بحب وخبراتي مع اطفالي يعني كان عندي اكتئاب ما بعد الولادة كان عند كامل ما رضي يرضع كان عنده دايما طفح الجلد ما رضي ينام فكل الشغلات الشغلات التي تعلمتها من حياتي والعلم يعني الشغلات تعلمتها من حياتي اجبرتني لانه انا مش مسالمة وبقولي ما بستسلم بسرعة دايما اذا كان في قدامي مشكلة او تحدي بحب اني الاقي الحال وهاي الشغلة انا تعلمتها من بيتي نعم حلو دكتورة انا كنت عم بتشاركي خبراتك اللي انت حياتية اللي عشتها مع انه الناس اللي بتقول انه هاي دكتورة وبتفهم بكل اشي يعني وبتعرف كل اشي وكذا بتفكر انه حياتها العائلية والحياتية وعلاقتها مع ولادها ان راح تكون مثالية ليش لانك انت عم تعطي النصائح للناس بتصرفات معينة بقولك هلا ولادها على المصطرة محطوطين في قالب يوم اودا مرتبين بالحكس ما بيعرفوا انه انت عانيتي متلك متل بقيت الامهات والاسر عشان هيك الام الجديدة اللي بيكون عندها ولاد بتقولك ليش يا ربي خلقت اللي ولادي هيكة ليش يا الله انك انت هيك عيلتي ليش ما عطيتني ولد بيسمع الكلمة وقريب للقلب وحجم طاوع وحجم طاوع ويبشتني بتلاقي الولد بيخبط من هون وبكسر من هون وبمسك من هون وبضرب من هون وما فيش من قوله نو بقولك ياس وغصبت عنك وعن كل الموجودين خلينا نرجع على التهذيب فعشان هيك بقول انه الانسان طبيعي يتعرض ويمر بهذا الطريق انه ولاده يكونوا في منهم سالمين في منهم يكونوا مفرطين الحركة او بحبوا الاستكشاف كل واحد بيخلق بشخصية معينة فعشان هيك هلا لما حكت ست انجيل انا عفاهمة عليها لانه احنا منمر بهذا الفيز اللي هو هاي المرحلة الطفل لما مثلا بده الموبايل هي ما حكت ايشي قالت شغلة معينة بس نعطيها بمفهومها الواضح والصريح والشفاف كتير كتير من اطفالنا متعلقين بهذا الجهاز عمر سنة ونص وسنتين صار صار يعني مدمنين علي يعني اذا شلتي من ايدهم بعملوا مصيبة يعني هادي المصيبة اللي بتصير وانت بتطلعي بتقول مش معقول الادمان على هذا الجهاز يعني هذا نقمة مع انه بحكي لك بالعلم وبدول برة اللي اخترعوا هذا الجهاز انه لعمر 13 سنة و14 سنة ممنوع يكون جهاز خاص للطفل بهذا بيحضر افلامه على التلفزيون بس مش عن طريق الموبايل حتى صرنا نحط نفس الفيلم ونفس الفيديو اللي عم بيشوفوا على على الموبايل بنحطوا على التيفي على التلفزيون هلا كله صار يستعملوا تلفزيون سمارت وبقدروا يشبكوا اليوتيوب وبقدروا يشبكوا نتفلكس على التلفزيون وحطوا نفس الأفلام بيرفض انه يشوفوا على التلفزيون وبدوا يمسك تكنترول السيطرة على الموبايل فالسيد أنجيل أنا فاهمة عليك لما انت حكيتي انه العناد تيجي الام بتقوله نو خلص انت وقتك انتهى بحضور هذا الفيلم صر لك اكثر من ربع ساعة نص ساعة وانت على الموبايل مع انه بحطوا ربع ساعة هذا اشي قليل بحطوا ساعة وساعتين عشان الام ترتاح على جنب بتعمل البدايات خلص شغل البيت والولد قاعد على الموبايل عم بيتفرج وهي مبسوطة انه الولد ملتهي ويلا الموبايل ما وفي اشياء عم بتعلمها ما يعدها بيعلم بس جدا خطير الموضوع فلما بتقوله نو لما حكت ساة انجيل تقوله نو وبيعاند وبيبكي وبيخبط وبيخبط على الارض وبرمي حاله وممكن يأذي كمان حاله علشان الادمان هذا على هذا الجهاز ما تحزني عليه بالعكس انت اذا حزنتي عليه انت عم تأذيه اكتر انت عم بتخربي عقله بتخربي جهاز البصري تبعه فيه كتير اشياء سيئة يعني احنا منيجي عليها بحلقة تانية اللي هي مساوي الموبايل باحد الحلقات لكن هلا السؤال انت الواضح قلبك معبه عم بشوف عائلات وصبايا بيرموا الولاد الموبايلات صار الو خاص يقول هذا الموبايل تبعه يعني انه موضوع العناد انك انت تضلك على رأيك نعم ورح يغلبك لانه هيك تعود فتفضلي دكتورة العناد لاي حد نقدر احنا نظلنا مستمرين في العناد وايش بيأثر هذا العناد على شخصية الطفل اوكي العناد كلمة ملغومة انا بحب مثابر ليش لانه انا لما اقول انه ابني عنيت ما بعنيها ابدا بطريقة منيحة واحنا حكينا لانه العناد غلط ام سريم حكيت لانجيل صوارحة قالت العناد من طرف الام الام اللي معندة انها ما تعطي الولد ويعمل البدية يفلق راسه ما رح تعطي هذا الشي العناد نعم الام العنيدة ما حدا بحكي عنها انها عنيدها ب من منطلق ايجابي نعم انا بحب المثابر وال اسرار والاسرار والاستمرارية لانه الاطفال اول اشي ما بتعلموا بالكلام بتعلموا بالتصرف اكشن تانيا بتعلموا بالمثابرة والاستمرارية انا بدي شغلة معينة ورح احاول هيك ورح احاول اطولها هيك ورح احاول اطولها هيك ورح احاول اطولها هيك بدي اشوف امي وابوي رح يكونوا مثابرين ولا رح يكذبوا كمان دور انه لما اجرب مرة كل تلاتين مرة انه يقولوا لي اه يعني انا ربحت تسع عشرين مرة قالوا لي لا بس تلاتين قلت اه فانا دايما بقول للاهالي لما يعملوا التهذيب تبع الطفل اول اشي ناقي المعارك اللي بدك تحار بيها اول لانه العناد هي مثابرة يعني انا حكيت عن كامل ونور شخصياتهم تمام مختلفين بسنيناتهم مثابرين احكي لهذا لا يظل يعمل واضل اعمل التهذيب يعمل اعمل التهذيب نفس الشي معنور شخصيتها كليا مختلفة فالمثابرة هي جزء من حياتنا يعني احنا بدنا كنت كتير اعاني مع المثابرة تبعت اولادي لحتى قررت او قررت اني اطلع بمنظور جديد انه بدان ما اطلع عليه عناد ونكد وغلط اقول هاي المثابرة اللي عندهم اياه هلأ كتير راح تساعدهم بحياتهم المستقبلية لانه اذا بدهم الشغلة بيروحوا عليها من هون بيروحوا عليها من هون بيروحوا عليها من هون وبتعلموا قاعدين لانه لما هذا الباب يسكر بيجربوا طريقة ثانية هذا الباب بيسكر بيجربوا طريقة ثانية فالعناد او المثابرة تبعتهم فعلا ساعدتهم بحياتهم لانه واجهوا مواقف كتير صعبة لو اولادي يعني جوزي المهم واجهوا مواقف كتير صعبة ومثابرتهم ساعدتهم فاحنا ما بدنا نقيم المثابرة من اولادنا بدنا نستخدمها بدنا نستعملها بطريقة ثانية نعم شو يعني؟ في الشغلة خطرة انتي كأم او جده انتي بتعرف هاي شغلة خطرة لا يجوز انه الطفل يعمل هاي الشغلة لانه راح تقذيه فانتي بتقولي الطفل الصغير اللي تحت عمر السنة سنة ونص حسب التطور تبعه عادة عادة بتقولي لا اذا قرب عليها بتاخدي بتسحبي بتقولي لو انا حكيت لك هذا مش مقبول او لا لانه في امهات هلا ما بدهم يحكوا كلمة لا بتقولوا هذا مش مقبول برجع ايش راح يعمل راح ينط ويرجع انا قلت لك هذا مش مقبول ايمين الشغلة الخطرة اللي بتقدر ايميها ايميها يعني هدول الشغلات الزينة اللي منحطها على هدول طولات وعلى الزوايا حلوين لك بس كتير حلوين لهم هذا اشي جديد هاي بتعمل خشخشة هذا له لون معين هذا بطلع ضو هذا ما بطلع ضو انا لما اروح البيوت الناس وانا اكبر من السنتين بشوية بحب اطلع على هاي الشغلة بدي امسكها بدي اطلع عليه من هون ومن هون فكيف الطفل اللي عمره سنة ومس سنتين عم بستكشف حياة جديدة اي اشي انه منقدر نقيمها منقيمها بس مثلا الفرن ما منقدر نقيمه فاي بتقولي بتقولي للطفل ما بدي اكتر فيه ناس بقولوا اوح انا بحب دايما احكي مع الاطفال بكلمات كبيرة لانه الادراك عندهم كتير كتير اكبر مما بستوعبوا الاهل فبقولوا هذا خطر ممكن انه يؤذيك وبتقيميه عشان هيك انا بقول نقل المعركة بتماعه انه بصبق اصرار وتفكير انتي وجوزك والجد والجدة لانه كتير مرات لما تنقي الشغلة المعينة تهزبيها وتغيريها تنظميها بتلاقي انه التصرف راح يزيد انتي بتقولي ايش بقولوا الممنوع مرغوب انا بقولك ما بصيرش تروح على هالفرد شو بدك تصير تعمل صراحة انتي وانتي شوي اكبر من السنتين كمان لما يقولك ناس ما تعملي هيك شو بتقولي كيف بتعمل هالشغلة ليش ما بدهم ياني يعمل هالشغلة بركين عملتها وكانت خبرتي غيرا عنهم بركين 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 صح ولا لا خصوصا اذا انا عم بستكشف بدأ اشوف الدنيا لازم الكل يكون مثابر ويعمل نفس الشي فالام لما تقرر انه هذا القانون البيت هذا بضل قانون البيت وين ما كنتو ومع مين مكان لذلك انه لازم دايما نكون فريق واحد اللي من ربي الطفل فاذا الشغلة خطرة لا ومنقيمة طيب هاي الطفل صار اكبر شوي انه بقدر يفهم الحكي بتقولي لو اعطيه اختيار الفرن طبعا بتكون يعلمتي يعني شغلات الخطرة بالبيت هاي بدك تبدي تهذيبها من هو صغير يعني لما يجي بلش يمشي انا بقى اوكي تشوفي مثلا الطفل الاول عملية تهذيبه نعملها لما نعمل عملية الرضاعة الطفل بده يلتقم يمسك بالتهذيب طريقة معينة وهي مش الطريقة المزبوطة صح؟ حكينا عن الموضوع فانا بدي اقيمة وعلم الطريقة المزبوطة هذا مش نوع من التنظيم والتهذيب نعم لانه في الاعادة افادة هلا انت بتقدري مثلا تهذيب الطفل بطريقة الفعل الفعل يعني تعملي انت مسك هيك انت تمسكيها وتبعديها عنه لما بشوفك انك بقعتها عنه بقولك اه ما بتهياني بالحقها لا بالحقها بس لما تبلش امتا امتا بيوصل الطفل انه عنده ادراك للكلمات اللي بتطلع من تمك يفهمها بمخه مثلا يقول انه هذا دينجرس كلمة انه هذا خطر هذا لا ما تمسكش هذا الاشي من اي عمر ببلش التهذيب احنا عارفين انه فيها لوقت الرضاعة تبلش التهذيب من هو صغير ومش تهذيب اكتر من انها هي طريقة تنظيم حياة لكن امتا ببلش يعني كمان اسئلة بتراود الامهات لانه لما مثلا الجدة او التيتة او الحماي او بتقول لا ما تخليه سويه بتقولك ما بفهم بده يستكشف يعني بده يمسك بده يحس حس بده يشعر بده يشوف انه هذا اذا وقع على الارض بتنكسر بده يشوفها انها انكسرت يعني مثلا انكسر تكون مثلا كورستالة آ 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 شابه يقولوا اغالية كتير وـ essا اقوله كذا وهيك بدو يستكشف كنو عيلي كريستالة. ازا وقعد عالارض بتنكسر خبدو يستكشف. لا يعني في اشياء يستكشفها. بدو ينط عن جسر وقدر يطير. لا احنا كاحالي. في اشي تستكشفو يعني مسموح. يمسك العدس يمسك الرز يعني مسلا حفي. العدس تحت الثلاثة لا. مصغير كتير. اه ممكن. لكن هلا دول بسموه اه في محلات للالعاب بتلاقيهم حطينهم حمص حطينهم عدس حطينهم رز وبيلعبوا فيه وبيقيموا بحطوه. بتحطي مثلا لما يكون الطفل تحت عمر الثلاثة بكيس. عشان وما يقدر يفتح الكيس ويلعبوا فيه شوي. ازا انت قاعدة معها حبت الرز عادة صغيرة بحيث انه ما بتشرد عليها. بس تحت عمر الثلاثة دايما لازم نكون واعيين. انه. فوق عمر الثلاثة. لا تحت عمر الثلاثة. تريكيا الصغيرة. هل قده? اه. فهاي حبت الحمص بتسكره. حبت العدس ازا اجت مظبوط بتسكر المجرى التنفسي. نعم. البلونة الطري مش الفضي. التاني ممكن انه يجي ويسكر عليه. فالأم والجدة. يعني حتى لما يشتروا ألعاب. انا دايما بقولهم انتوا تطلعوا على اللعبة. حتى لو الشركة قالت انه هاي مقبولة اللي تحت عمر الثلاثة. انتوا تطلعوا عليها وشوفوا اذا كان فيها اشي ممكن ينكسر ويتشرد عليه الطفل. لانه كل شي بروح بتمه. فاذا هو ممكن ياخد يستنشئ. ياخد نفس غميء وياخده ويسكر الاروي تبعته. وهي مقساة. لذلك الشغلات اللي انا بفضل السنشوري جيمز انه مثلا يحطوها بعلبة مسكرة ويعملوا فيها فتحة مثلا. ويحط البابي ايده بحيث لما يكون قبضته فيها اشي ما يقدر يطلعها. فيلعب بالهذا. ليش ما يعملوا مثلا ألعاب الحيوانات الصغيرة اللي ما ما فيه خطر من الشرد. يعني مش بس الحمص. الماكورونا الطرية. السباكاتي كتير حلو. انه الواحد يطبخوا يحطو. فعلا هذي العاب السنسوري بس احنا منيجينا على الموضوع انه لما بيمسك اشياء. انتي بدك تنقل معركة. هادا الكريستا. ما بدي اياه يكسروا. بدي اضبوا. ما بنحط. بدي اضبوا. لا بدو يضلوا معها حلو. وبدو يتعلم انه ما يمسكوا. لا. هادي معركتك. فيه امكانية. فيه امكانية. هادي اوقات بتكون خاسر. ازا طفلك. يعني مفرط الحركة مش رح ينتبه. ممكن نعملك ياه بايدك هيك. بايدو هيك. وتصير على الارب. بس هو صغير. بتقدري بس بدك تكوني يعني زي النسر عينك عليه. كل لحظة. لانه يعني بدك اول اشي بتبل شي لما يقرب عليه. وبعدين بتقولي لو لا. ازا بتقرب عليه كمان بتبعدي. بعدين راح يرد يجع ضغري. بقربي عليه وبعدي. لانه اللي بصير انه لانه في الاعادة افادة كتير من الامهات والجدات والجدود. بقولوا هادا مش فهمان. لا بالعكس. انا فهمان. بس بدي اشوف اكم مرة راح تقول لا. بركن كل تلك زي ما حكينا. اه. بركن. عم تلعب معه انه انه انتي عم تلعبي معه. اه لما بتشيليها وهو بيجيبها ولا او بترجع بتحطيها وبصير بدو اياها. بركن المرة التلاتين ولا المرة المية مرأتي لها. مرأتي لها. وكسرها. وهو بتذكر. انتي بتفكري انه انتي مثابرة. بس هو. هو مثابر اكتر. هو مثابر اكتر. وبعدين هو بتذكر اكتر لانه هو ما عليه مسئولية اطفال تانيين ما عليه مسئولية جوز ما عليه مسئولية شغل ما عليه مسئولية كتيرة. هو شغلته انه يمشي كزي ما هو بته. دكتورة انا دايما بحكي للأمهات إذا في سؤال أو في أي تصرف وإنتي عم تتصرفي مع ابنك أو البيبي تبعك إذا شفتي إنك إنتي بمخك تسألتي هل هذا صح أو غلط اللي بعمله اعرفي إنه في إشي خطأ عم بيصير يعني تساؤلك يا بتعمل الشغل بثقة وإنتي متأكدة منها مية بالمية إنه هذا التصرف صح وبعمله وضلك مثابرة أما إذا صار في نقطة شك بشعر فيها الطفل ما تفكري إنه ما بشعر لما بشوف الأم إنه عندها نظرة شك إنه هذا الصح أنا قلت له نو بس بصر نو ولا لا ولا غلط ولا صح هاي التساؤلات اللي بيمخك الخلايا المرأة فبصير هو عنده شك عنده شك إنه قال ماما مش رح تكون فرم حازمة فيها قطع الموضوع إنه وهذا لا يعني لا لا الماما في عندها شك إنه هاد فخليني أحاول بلكن غيرت رأيها طفل كتير زكي وبدي أحكي بشغلة تانية جدا مهمة اللي هو التهذيب الإيجابي إحنا حكينا كيف بدك تهذبي بالعواقب السلبية إنك تيمي أو تحطي بالتايمات نحكي على التايمات بس اللي بدي أحكي فيه إنه إحنا بدنا نعمل تهذيب إيجابي كمان نعم بركة مر من عندها الفاز هاي وما ما أقرب عليها ييييي ما أحسنك يا جورج زقفيله أقربت عليها وما مسكتها أنا كتير فخورة فيك مش انت good boy ولا bad boy لانه ايش هاي هاي الصفات له يعني كيف انا بحكي عن الانطواء وعن ال introvert وال extrovert ال good وال bad هدول الصفة فيي يعني انا فيي اشي غلط ولا صح لا هذا انت هذا التصرف انا كتير فخورة فيه وخليني نحكي مع البابا نقول له عارفتي فشو بصير يعمل بدال ما تظلك دايما تركزي لما ييجي ويكسر شغله ركزي انه ما قرب عليها انه رد على الكلمة انه قرر لما يكبر ما هو بدك تغير الحكي مع العمر مثلا على العمر السنتين سنتين ونص انت قررت انك ما تمسك الشغلة هذا قرار كتير حلو انا جدا فخورة فيك فهاي positive reinforcement لما يصير على عمر الثلاثة ونص للخمسة حسب التطور طبعه ممكن تعطيه نجمة كل ما مر من عند الشغلة وما مسكها ولما يجمع النجوم حلوان بس انا بالنسبة شو بدي عملها بالنجمة طيب جمعتلي ثلاثة اربع نجمة نعطي تريت اشي احنا ويعني مش تريت مش اكل لا بدنا نعمل اشي مثلا خليه لما يتوصل على خمس نجوم بتختار قصة زيادة وقت النوم منروح مشوار انا وياك بتروح مشوار انت وبابا بتلعب انت وبابا فوتبول عرفت كيف يعني باخد النجوم هدول وبشتري فيهم اشي ليش لان اول اشي لما تعطيه النجوم بتقولي لو بتعرف انا جدا تخوره فيك انت عملت الشغل وكسبت نعم اكسبت كسبت الشغلة هاي يعني انا مش عم بعطيك اياها هيك انت اكسبتها في لها مقابل انت سويت جهد عرف انت عملت الجهد وهي بدي اعطيك الجائزة او هي جائزة ومش جائزة تكريم ليش لانه بدك تعلم الطفل انه لما يعمل مش مش بس التصرفات صح انه لما ياخد القرارات الصائبة نعم انه راح يكون لها مردود صح ايجابي لانه كتير مرات انا بس مع الناس بعمل صح بعمل الصح ودائما برجع لي غلط صح ولا لا فبالبيت احنا بنا نعلمهم شوي شوي انه الواحد يعمل الصواب وبعدين احنا من كافئهم نعم وشوي شوي بتصير هاي الشغلة عادة فيهم انه يتخذوا القرار الصحيح شغلة ثانية فيه اشي اسمه تايم ان وفيه اسمه تايم اوت انا بعرف حكينا عنه التايم اوت انه تقولي لا بعدين تعدي واحد تنين تلاتة اذا ما وقف الطفل انا بقولها بالانجليز بقول بطلي حكي وما تحكي معها حطيه جائمة بالكرسي اذا بدك تحطيه بالكرسي كيف بدك تعديه بالكرسي بدك تمسكيه بالكرسي وضهرك اله عشان ما تتفاعلي معه وهي دقيقة لكل سنة من عمره فالبيب اللي عمره سنة دقيقة البيب اللي عمره سنة ومص دقيقة ومص والآخرين او بتحطيه بقطه مش بتاخته بقطه لانه التايمات بالنسبة الي مش تايمات من مني انا احبك انا احبك ولكن انت عملت اختيار غلط وانا بدي بدك تاخد ال مش عقاب اللي هي هاي مشكلة العواقب نفس جاي من كلمة عقاب نعم خلينا نسميها نتيجة نتيجة انك اخدت هذا القرار بدك تتحمل النتائجه فشو بيعمل اول مرة بتحطي بالتايمات بركض وبيعمل نفس الشي بديشوف زرح بتعملي نفس الشي عشان هيك بدك نقي شغلة واحد تشتغلي عليها اول بتبلشي بالتايمات في تايم ان وممكن تعملي خلطة من التنين التايم انه تشوفي التصرف طبعه غلط تعملي له توقفي تحكي معنا التوفي لانه اذا عامل نوبة غضب ما فيها يعني تقولي له انا شايفة انه بتصارع عندك مشكلة انا بحبك يعني بننزل عيني بعيني بنعمل تواصل شو رأيك تروح على على الكامين كورنر زاوية الهدوء يكون بزاوية الهدوء مثلا جاعد طري يحب الطفل او في هدول المايكروفايبر بلانكت انا كتير بحبهم يحطوا في الصور بتهدي الطفل نعم فيه للاطفال شغلات ممكن انهم يتبعوها بصبحهم عشان يتنفسوا شكلة زي التمانية الانجليزية على جنبها او الانفينيتي ساين فبيعمل هاي شو عملت له عمل دي بريذي نعم عرفتي كيف منحط مثلا موسيقى بيحبها او اذا بيحب يلعب بالطبلة او اذا بيحب شغلة لعبة معينة بيحبها لوفي تبعته مثلا يرسم باركن بده يرسم انه زعلان منك وبكره هكي بهاي اللحظة وبحب نحس انه بكره هكي بهاي اللحظة وبعدين برسمها وممكن انه يكوبها فينه حط حاوية زبالة نفسها نعم فكتير مهم انه نعطي الاطفال اختيارات من هاي النوع وبعدين انا انتي قلتيلي شغلة حكيتي شغلة عن العناد وانه انه لازم نؤمر عليهم بدل من نؤمر عليهم ليش ما نعطيهم اختيار يا سارة قدامك اختيارين يا اما توقفي هذا التصرف يا اما تروح على التايمات شو بتحبي بتعمل التصرف اوكي هيك راح على التايمات يا سارة انا شايفة انه كيكز علانة ونكودة شوي بتحبي تروح على الكامنين كورن على زاوية الهدوء بعد مدة الطفلة نفسها او الطفل نفسه بصير هو يروح فهو بيقول اي نيد سم تايم من الكامنين كورن بروح لحاله انا كان عندي جبت العلبة تبعة التلاجة وقصيت فيها بواب وشبابيك وحطينا فيها ما كنت اسميها الكامي كورن كنت اسميها الهاوس فكامل لما يحس انه لانه كانوا رابع بعد خمسة عشر شهر كامل نور دايما تعمل صوت ودوشة ايامتها ايما هو بيحب الهدوء انا لاحظة يروح على البيت واتركه هناك اقول له وخلص اخلي وبس يطلع بيكون هدى حاله شوي مش ضروري يتطوش هو واخده وكتبعهم انه لم هدوا حالهم طريقتهم لانه انتي انتي بتعلميهم طرق لانه الواحد ما بخلق بيعرف طرق حد علمه كيف تهدي حالي مثلا للنفس انا كتير ناس بقولوا لي هاي شغلت النفس جديدة علي بقولهم بس انتي بتتنفس اتناعشة خمسة عشر مرة كل دقيقة كتير مهم انك تعرف انه بتقدري تستعملي النفس تبعك بطريقة واعية انك تهدي حالك وممكن انه الطفل كمان تعلمي هيك نعم مثلا تقولي له انت كيف حاسس يقول هيك او يقولك انا هيك طيب انت لما تحس هيك شو بتقدر تعمل نعم بقدر اروح الcoming corner بقدر اركض بقدر انزل على الاجرية الاربعة واحمل حالي اسد وازقر بصوت عالي اعمل حالي غوريلا زعلاني انا بحب دايما اطفال كتير عندهم علاقة ووثيقة مع اجسادهم فبحب خليهم يستعملوا اجسادهم مثلا ممكن انه اذا كانه ولد كبير انه ياخذ الطابة ويرفز فيها انا بحب الغوريلا زعلاني كتير وفي وممكن مثلا في شغلة كتير حلوة اسمها الصنم انا بدي اكون شو منقول للطفل خصوصا العربعة خمسة سنين اعمل حالك زي الصنم واعمل حالك هيك كل العضلات تابعونك اعملها استف امسك واحد تنين ثلاث اربعة خمسة وبعدين رخي كل شي زي الماكرونة هاي طريقة كتير حلوة انه يطلع كل الضغط اللي عنده لما يعمل العضل استف وبعدين يرخيها واحنا بنعطي الطفل الطريقة هاي كتير بتكون مفيدة حلو حلو يعني هاي طرق كمان للتهديئة اه لانه احنا مننظم ومنهدر لانه بدنا طفلنا يعمل الخطيارات الصح صح ولا لا لانه انت مش راح تكوني معا وبدك صوتك الايجابي انا بأمن عليك انك تعمل الاختيار الصح صح مش انت حمار وما بتقدر تعمل هالي دايما غلطان عرفتك كيف احنا اليوم كتير استمتعنا بهذا الحديث عن طرق تهديب الاطفال وكيف انه نحنا نحاول نمتص هذا الغضب بطريقة ايجابية عساس انه تكون نتائجها ايجابية ومنحة لشخصيتهم وتربية ونمو الشخصية ايضا كمان مش نحبطهم ونكسر شخصيتهم منحب نحاقيه كمان كل الاشخاص اللي تابعونا على هالصفحة بهذا اليوم المبارك منقول لها ام فادي يسعد صباحك ويولا حتر يسعد صباحك ستيولا ويولا بتعيد عربكة وام فادي بتعيد عربكة كمان وسيسيل الحجازين الرهبة سيسيل من رهبات الوردية يسعد صباحكم بخير وبركة وسعادة بتمنى لك العمر الطويل بحماية الرب والعضرة وماري أنفونسين ربنا يحميكم يسعد صباحكم سيسيل الحجازين كمان بتحيي كل الرحمة بتطلب الرحمة لجميع أحياءنا اللي بالسماوات وماهر عادل زريخات الله يسعد صباحكم سيد ماهر أمل السلمان صحيح 100% صارت معي وفي فرق بين أن أقول أحبك بفرح أو بغضب وزعل هذا لما حكينا عن البيبي نعم نعم وعندي بشراية عقوب صباح الخير ومحبة المسيح معكم دكتور الرب يبارككم ويبارك خدمتكم في بداية الحديث كنا نحكي عن أنه ماذا يريد الأهل من ولادهم الأهل اللي عندهم ولاد بدهم سعادتهم ولما منحكي السعادة هي سعادة غير مشروطة يعني أنا مش رح أكون كأم أو أب أنا سعيد من أولادي إذا هن صاروا دكاترة هذا في بداية الحديث حكينا مش رح أكون سعيد من ابني إذا حقق نجاح و100 ألف بالبنك وسيارة وفلا وطيارة والآخرين أحكي شغلة مهمة ما حكيتها أوكي بدهم حياة كويسة لإلكم لكن الكأهل كأب وإم بدهم أولادهم يكونوا سعيدين فرحنين بحياة أولادهم مهما سووا مهما عملوا من إنجازات أنا مهمة مبسوطة من بنتي لأنها دكتورة بس هل بنتي الدكتورة مبسوطة؟ هل بنتي المتجوزوا عندها أولاد؟ مبسوطة أم هاد كتير بيسن معينة بدها وبناتها كلهم يتجوزوا يتجوزوا يعملوا عائلاته كذا وهيك والبنت ما بتكون سعيدة لكن أنا شو بدي كأم؟ كأم بدي بنتي تكون سعيدة بدي ابني يكون سعيد بحياته بشغله مهما كان حياته أنا راضي عنه مش راضي مش أنا المهم هوني أنا مش عم بعيش حياتي وبعيش إنجازاتي من خلال ولادي يسووا لي إياها لا فعشان هيك بقول المحبة الغير مشروطة هي هاي المحبة الحقيقية ممكن ابني خاطئ وبعمل عمال مظبوط أنا بكره أعماله وأفعاله لكن أنا بحبه وأنا بدي سعادته شو هي السعادة؟ أني أشوفه مبسوط أنه أشوفه هو عنده هالإنبساط وهي السعادة الداخلية أنا حبيت أحكي هاي الكلمة أو هاي الجملة في النهاية هذا البرنامج عشان الأهل يصحوا أنه شو بدهم من أولادهم إيش يكونوا؟ السعادة كيف هي السعادة؟ فدكتورة أنت ضل عندك كلام هاي تحكي وما حكيتي؟ ربنا خلق كل طفل فريد وخلق فيه الإمكانيات والإمكانيات خاصة فيه والمواهب الموجودة فيه إحنا لازم نطلع على أولادنا نقول أنا بدي ألبي احتياجي للسعادة أنا بدي ألبي احتياجي للتواصل مش مش شغلة ابني ولا بنتي إنهم يعملوا هالشغلة فلما يكونوا واعيين يسأل السؤال أنا هلأ زعلاني ليش؟ أنا زعلاني لأنه هذا الولد غلطان ولا لأنه أنا في عندي حاجة مش ملبية وهو مش عم بلبي لي ياه لأنه هاي مش شغلته نعم شغلتنا كبالغين إنه إحنا نطلع شو الاحتياج تبعنا ونشوف طرق صحية إنه لناقي تلبي لهذه الحاجة أنا مش شغلة أولادنا أولادنا علينا إنه نشوف شو القوة عليهم نقويها ونبني عليها ونستعمل القوة عندهم إنه نبني ونعزز المناطق الضعف أو المناطق الضعف مناطق القوة العزز مناطق القوة المناطق القوة لأ وبس عشان ننمي المناطق اللي فيها ضعف كيف بدنا نرجع نعززها ونقويها فهاي أنا بالنسبة إلي أنه نطلع على الهدية اللي عندنا إياها ونقول أنا شو بقدر أعمل بهذه اللحظة عشان أنا والطفل يكون نكون ساعدين فعلا فعلا دكتورة إذا الأهل عرفوا إيش هن بدهم من أولادهم بالنهاية رح يحققوا لأولادهم ورح يلاقوا السعادة اللي عم بطلبوها من أولادهم أنه هن يكونوا كمان ساعدين فنتمنى أنه الأهل تو على هذا الشي أنا لما أولادي ساعدين أنا سعيدة طبعا أكيد وما بقدر أجب عليهم يعملوا شغلة معينة أكيد كتير فيه أولاد أهالي كانوا يطلبوا من أولادهم يكونوا شي معين وما طلعوا وبيكونوا حاطين غصة بحياتهم أنه يا كنت بدي إياك تصير كذا وكذا أهم كتير الكلمات اللي بتطلع من تمامنا نحنا كأهل كأب ولا أم تطلع الكلمات دايما المشجعة ما تطلع الكلمات المحبطة بحجة أنه أنا بدي إياي يصير أحسن واحد أنا بدي يصير أشتر واحد بالصف أنا بدي يجيب أعلى العلامات أنا ابني الصغير زيت كان متفوق يعني وحتى لدرجة العبقرية بالحضانة من هو صغير كان يقولوا أنه هذا بده مدارس خاصة للعباقرة لأنه إنسان كان طفل كان ما شاء الله عليه يعني قرر أنه ممكن يكون طبيب جراحك قرر أنه يدي يصير شيف كان إحنا بالنسبة لقلنا صدمة إنه الدكتور زيت دكتور زيت دكتور زيت وصار شيف وصار أحلى شيف درس بتفوق وطلع منحة على برا من الجامعة اللي درس فيها ورجع يدرس هو وهو بهالعمر الصغير يدرس في نفس الجامعة كمان طلاب بالأكاديمية الملكية لفنون الطهيل تدرس بنفس الجامعة بعد ما تخرج بس شيف أدي مميز هو بشغله أدي ناجح والحمد لله هو مبسوط أهم شيء أني أشوفه مبسوط ممكن أكون أنا كنت مبسوطة إذا صار جراحة كبير بس ممكن يكون جراح مش ناجح أو مش متميز زي بقيت هالدة كاترة وبقيت هالجرحين لكن هو متميز بشغله متميز في الجامعة اللي هو فيها وعم بيعطي طلابه كمان عطاء متميز فأنا أتطلع أنه أنا شو بدي من أولادي هل بدي أرضي نفسي فيهم وأتباهى قدام العالم أم أنا بدي أشوف أولادي سعداء بالإشياء اللي عم بحقيقوها وبعملوها فبتمنى السعادة لكل الأولاد والبنات وبتمنى كل المحبة للجميع واللي كل اللي رفقونا هذا اليوم المميز مع الدكتورة ليندا أبو جابر بالحديث عن الأطفال قديش يا دكتورة نحنا قديش صار لنا أكمن حلقة تقريبا نصرنا عشر حلقات وقدي حكينا عن معاناة الأهل في تربية الولاد وقدي يعني زي ما بقولوا بكل شبر ندر لما يكبروا نشوفهم كبار قديش الولاد لازم تعي هاي المسئولية لتبعة الأهل وقديش الأهل يتعذبوا عشان يشوفوا أولادهم كبار فبتمنى للجميع السعادة والفرح يكونوا والسلام والهدوء والصحة والمحبة تسود دايماً لعائلاتنا بتمنى مرة تانية عيد ميلاد سعيد لبنتي ربكة ولكل اللي عم بيحتفلوا بهذا الشهر بعياد ميلادهم يا رب هذه السنة تكون أحسن من السنين الماضي تحقق فيها كل أحلامكم وأمالكم وأيضاً الرحمة لكل أحياءنا الموجودين في الملكوت ومن حي كل المستمعين والمشاهدين واللي تابعونا اليوم على برنامج تغريدات عائلية ومنقولكم يسعد صباحكم وإن شاء الله إلى لقاء قريب الأسبوع القادم بنفس الموعد يومية الاثنين وشوفوني على أسك دكتور ليندا طبعاً متابعة الدكتورة أسك دكتور ليندا وعملوا الهاشير الله معكم ونهاركم جميل وسعيد وبصحة آمين موسيقى محب وخير موسيقى موسيقى